الاسماعيلي انا سعيد الاول ان احنا مع بعض الوقت في مناسبة سعيدة انه الاسماعيلي فاء انه الاسماعيلي بعد عن الخطر كنا منتكلم في فترة غيبة والاسماعيلي جوه الخطر جوه جدا الخطر الان الاسماعيلي وجمعين الاسماعيلي تسعد بحل الاسماعيلي اللي تحسن لسه مش هو ده الاسماعيلي بس الامور تحسنت اكيد موضوع صعب ان انت تتكلم في ان الاسماعيلي يعني ان احنا نفرحانين دلوقتي ان اسماعيلي ان اسماعيلي نجا من الهبوط رغم ان ده واقع عشان نتكلم بميرد الله ده واقع وكان موجود لكن اعتقد الحمد لله رب العالمين احنا كنا في كل مقابلاتنا وفي كل كلامنا كان عندنا ثقة كبيرة ان نادل اسماعيلي وقلنا مرات كتيرة نادل اسماعيلي بالتحديد كريم كده الاسماعيلي عنده لعيبة مع كل اللي احترام لفرق الدولي احسن من تلتين فرق الدولي اقل حاجة اكيد طبعا طبعا وده بين وبتاعه كده الاسسة بس كان محتاجة شوية تنظيم وشوية دوق شوية استقرار اعتقد ان هم كانوا موجودين فترة اللي فاتت وتوفروا بشكل كويس جدا لحمزة الجمل والجهاز الفني وحسني ونيوي ودايما بقوله ايمن كمال وحمص واساة طبعا كلهم كلهم وجازت بقداري حاجة محترمة ناس اشتغلت في ظروف صعبة وكانوا مصممين وهم ده دايما يا كريم اقول له ده ولاد النادي الاسماعيلي صح ولاد النادي ما بيجوش ابدا غير في مشاكل بالزبط ابدا مش هتجيب مدرب بقيت كده كل مدربين النادي الاسماعيلي صح اللي حتى بيقابلوا هجوم ساعات كتيرة هما مستهلوش انت لفتك تعرضت المواقف زي دي كتير يا كابتن عشف تعالى عايزينك تشيل المسؤولات دلوقت عشان الاسماعيلي موقفه صعب فلان تعالى كابتن فلان تعالى شيل المسؤولات في وقته صعب اه كلنا كريم حتى السنة دي انا انا كان بقالي 4 سنة ما دخلش النادي يعني وكذا مرة رفضت وبتاعه وكده مش عشان اي حد فينا بيهتمنى انه هو يشتغل اي حاجة في النادي الاسماعيلي لان احنا عندنا حب بجد للنادي واحنا كلنا يعني واحنا صغيرين انا من 10 سنين وانا في النادي الاسماعيلي صحية متربي ناشئ وكده ففي الاخر خلاص بتشتغل لكن الناس لازم تعرف واعتقد ان كتير من جميع النادي الاسماعيلي ومحبين اللي هم بجد عارفين الناس بتضحي ازاي والناس لما بتشتغل بتشتغل عشان تعمل احسن حاجة ازاي ده اللي بيكملوا حمزة الجمل اولادي النادي اللي فاتوا كلهم بداياتا من من نعمات سليمان لمحمود جابر مع كل احترام الالقاب يعني ومحمد وحبة كابتك كبير العجوزة وبطالب يعني ناس كتيرة اشتغلت بشكل مميز وفي الظروف صعبة جدا جدا زي ما دلوقتي بقول حمزة الجمل بيكمل في الظروف صعبة برضو جدا 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 واتحمل وعملوا حاجة يعني بنشكرهم عليها وبنتمنى ان الناس تبقى يعني لان فعلا جمهور اسماعيل يا كريم الناس مش عايز اروح بييد شوية بييد انا شوية كده هم نقض على طول بدون اي احصائيات وبدون اي مبررات لكن الغالبية لا عارفين بقمت الناس واشتغلت بأرقام عاملة ازاي وعملت ايه طيب عشان ما يبقاش الموضوع اللي في الاسماعيلي دوت مجرد مسكن لجمعيل النادي الاسماعيلي واكيد فيه اخطاء فيه مشاكل وفيه حاجات ما تعملتش كويس وصلت الاسماعيلي اللي كان وصل له في الفترات المضايا واقول انه وصله لحد الوقت كده يعني انا ما حدش يرضى لالاسماعيلي انه يبقى في المكانة ده ايه المشاكل اللي قدري الكابتن حمزة الجمل يتخطاها شوية وايه المشاكل اللي لابد ديها من حل من اللحظة دي عشان المسمن جاي ما يقررش الكلام ده اتعودت دايما وحلو انه هنقوله الكلام ده دلوقتي والاسماعيلي وقف على رجله احسن ما نقوله والاسماعيلي في موقف يعني سيء اتعودت دايما وانا معاك ان انت بتقول حاجات والله ولا متفقين على حاجة ولا كده انت بتقول حاجات انا نفسي اتكلم فيها بامانة والله ده شرف لي حمزة الجمل مسك في الظروف صعبة لكن هو كان عنده ثقة وهو عارف ومحلل لان حمزة مدرب بيشتغل ما بيشتغلش عشوائي صح وصدقني والله العظيم مدربين نادي الاسماعيلي مدربين متميزين جدا جدا صح في كل حاجة صح فحمزة انا عارف بيحلل وحسب الامور وحلل الامور وهو متأكد وعارف ان الكواليتي اللي معاك كواليتي كويس جدا صح كان بيقابلنا سوق توفيه كان بيقابلنا امور كتيرة تغيير مدربين حاجات تكريم صعبة صح في الكورة ما بتوسلقش لأحسن حاجة في الآخر صح اشتغل بهدوء قفل على نفسه وعلى لعيبته مع حسني عبد الربو مدير الكورة حاجة محترمة جدا جدا نبعم اسم كبير وكان مؤثر جدا جدا مع لعيبة وليه دور كبير جدا جدا بقيت الجهاز بقى حدث ولا حرج احمد اناوي حمص ايمان كمال سيد توفيق كلهم كلهم حبيبي وعلى طول يعني بتتكلموا كده لا بيشتغلوا وشتغلوا وقفلوا وصمموا الحمد لله رب العمين الجهد الجهد يا كريم والتعب والتحليل والتفاني بيجيب نتائج في الاخر وبيجيب توفيق كمان طبعا التوفيق يقول لك اصلي مفيش حد موفق ما بيشتغلش صح ربنا هي حكمة ربنا كده بالظبط ربنا اجتهد حكمته الجهد ايوان صح تجتهد هتاخد احسن حاجة صحيح هم اجتهدوا وتعبوا واشتغلوا عشان كده في الاخر خالص تيجي في ماتش اذا بتعلي التحدي تروح جاية في القائم وطالعة مش عارف ايه كده كده ليه لان هم الناس بتتعب وتشغل بنظام و ده الشق الاول من سؤالك اللي المهم كابتن حمز الجمع وعمل ايه الشق التاني بقى اللي هو انا شايف انه هو الاهم صحيح مطلوب دلوقتي الناس تبطل تشاور على بعض اصل دول جابوا ودول راحوا لان الكلام معروف في اسمالية كلها وبعدين ما يصحش ممكن توضحها كابتن يعني الكلام كتير اصل انا كنت موجود في لجنة فنية وكنت في جهاز بعد كده مع مستر براون و كانت فترة مش حلوة جدا ليا خالص يعني رغم الحمد لله النتائج كانت كويسة جدا جدا في الفترة اللي الصغال اللي اشغلتها يعني لكن في الاخر انا بوضح ان ما ينفعش نقعد نطلع وكل شوية اصل اللجنة الفنية اللي جابت اللعيبة 11 اللعيب لا مش عارف ايه الادارة نفسهم عارفين ايه اللي حصل في المهوضة وانا شايف ان هو مش محتاج مشاورة مش محتاج انا اقعد اقول لا هم اللي جابوا هم اقولوا لا ده دول اللي جابوا ونقعد انه ده مش وقت ان احنا ننوي المسؤولية على بعض انا خلاص الحمد لله ربنا اكرم الفرقة عادته ده كان كلام كله بتقال لكن خلينا عشان انت قلت كلمة كويسة جدا يا كريم عندنا مشكلة كبيرة عشان ما يتكررش الكلام ده وتلاقي نفسك في سنة بالسنين بتقع الطوبة في المعطوبة وتلاقي النادي الاسماعيل الاسم الكبير اللي الناس كلها بتحبه وبتسنده يبقى عنده مشكلة في نزول ولا كلام من ده فلازم النهاردة تحلل والناس كلها وقفة وبتحب والناس كلها سعيدة بالحالة اللي موجودة يبقى فيه هدوء فيه هدوء